السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله بإذن الله بنتكلم عن موضوع في غاية الاهمية. يعني ناس كي جدا بتحس بالامر دوت. وهو عبارة عن الدوخة. والدوخة المقصود بيها. بعض الناس يقول لك انا مسلا حاسس بالدوران. حاسس ان الدينة بتلف بي. حاسس ان انا مش قادر اقف مش مرتزن على بعضي. حاسس اللي انا عناية مرة واحدة بحس الدوخ كده. دماغي بتلف كلها مرة واحدة. وبحس اللي انا عام الارض. فكل دي بيسموها الدوخة يعني عدم انتزان يعني. احنا هنتكلم من اليوم ان شاء الله بإذن الله عن وصفة مجربة في الاعشاب وفي الحاجات الطبيعية. وحاجات ممكن تعملها في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى وبسيطة جدا. وبفضل الله لها فواية كبيرة جدا للدوخة والدوار والاشياء دي كلها. ولكن مهم جدا ان احنا لازم في حاجات اول ما تحس بدوخة مع صداع شديد مفاجئ او تحس بقلم في الصدر. الحاجات دي لازم تروح للدكتورة على طول مباشرتها. لو حسيت بالحاجات ديت ما فيهاش بقى هزارة تقولي لسه لما اعمل تركيبة واعمل مش عالا فيه كلاما دي. لأ الحاجات دي لما تحس بيها اولا تحس بدوخة. تحس بدوخة مع الم في الصدر. دوخة او صداع شديد مفاجئ مرة واحدة او دوخة مع تحس مسلا بخضار او شلل في الايد او اغماء مرة واحدة مفاجئ او تحس ان انت عينك مسلا بتبص تلاقي المناظر كلها مزدوجة عندك يعني تحس ان انت بتشوف حاجة قدامك الكرسي مثلا تشوفه مراتين تشوفه الباب تلاقيه مراتين الحاجات دي كلها اللمبة تشوفها مزغليلة كذا كذا لمبة في قدامك. الحاجات دي مهمة جدا انت تروح للدكتور. لو حسيت بدوخة مع قيء شديد مستمر ما بيقفش. او تحس مسلا بدوخة مع تغيير مفاجئ مسلا في النظر او في السمع او كلام من ده. الحاجات دي او تحس بخضر في جسمك مع دوخة. الحاجات دي لازم تروح للدكتور مفاجئش يزاره ولازم بسرعة. لازم بسرعة يعني في يعني ما تبطأش بالامر. لكن الوصفات اللي احنا هنتكلم عليها اليوم ان شاء الله بازن الله دي وصفة بفضل الله سبحانه وتعالى مجربة وجايب نتاج كويسة جدا وبتجيب نتاج في اسرع وقت. ولكن النقطة في ايه? لازم الاول نكون مشخصين المشكلة دوخة جاية منين؟ الاسباب الرئيسية للدوخة. في لازم بيجي لهم دوخة مثلا من الوزن الداخلية. عندهم التهادات في الوزن الداخلية او عندهم مشكلة مثلا في عدوة معينة مثلا بتعمل بتأثر على كده في العصب الديهليزي. ممكن بعض الناس مثلا بيباع عندهم مرض مراد منير دوت. مرض منير دو برضو بيعمل عمليات فقط اتزان. بيبقى في الوزن الداخلية برضو ممكن يكون فيه مشكلة عنده صدع نصفي او عنده مشكلة في الدورة الدموية او بياخد ادوية مخاصة ضد الاكتئاب او مهدئات او كلام من ده او التشنجات برضو مضادات التشنج وكلام من ده برضو دي تعمل عملية اللي ممكن تأثر وتعمل دوخة فمع اسباب بقى ممكن اضطراب نفسي ممكن ضغط عصبي ممكن فقر دم ممكن سكر نقص في السكر او مثلا في بعض الناس تسمم مثلا شم ريحة تسمم او الاكسيدي الكربون برضو بيعمل الامر دود ممكن يحس بالتفاع شديد جدا في الحرارة مع جفاف مع دوخة في الحالة دي IO برضو ممكن التفاع للحرارة ممكن يقدي للدوخة برضو ممكن لو واحدة عنده الضغط لنزل وطى مرة واحدة او انخفض مرة واحدة برضو كل دة ممكن يقدي للدوخة فلما نبدأ نلغي كل الحاجات دي كلها ومش عارفين نشخص الامر والدكاترة كلهم محترين ومش عارفين الامر من ايه في الحالة دية بفضل الله سبحانه وتعالى هنبدأ بالتركيبة اللي احنا بنقول عليها دية وتركيبة بفضل الله يعني مفيدة جدا اول حاجة هنزود على قد ما نقدر السجود نطول في السجود على قد ما نقدر عشان نزود 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 التدفق الدموي على الرأس فده مهم جدا لان في ساعات بيبقى فيه تدفق دموي الرأس بيبقى فيها نقص الوتيجين او بيبقى فيه ضغط على الفقرات في الرقبية في المنطقة دية فضغط الفقرات العلوقية برضو بيساعد بيعمل برضو الدوخة فبيبقى بيخفف الضغط اللي عليها مع عمل الحجامة كل ستة شهر بيتعمل الحجامة على الأخدعين والكاهل دول أهم تلات نقاط الأخدعين والكاهل دول أهم تلات نقاط لأمر الدوخة وبفضل الله سبحانه وتعالى بيبقى لها ننتجة كويسة جدا سواء بقى من نقص التروية الموجودة لزيادة تروية الدم اللي تجيت للمكان دوت فبتأثر كتير جدا سواء مشكلة في الأزم الإثن والوصطة أو مشكلة في الأعصاب أو مشكلة في العين أو في الضغط أو كلام من دا كل دي الأماكن دي بتفيد في الأمر دوت وبفضل الله عندك الأخدعين والكاهل وعندك الiefوخ الأربع أماكن دولة هم دول أماكن الرقصية بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمر ده ولكن لازم طبعا نكون واحد متخصص في الأمر يعني ما يكونش اي حد كده يعمل الأمور دي لأنه المتخصوه اللي يعرف اللي أنا قلته دوت برضو بنجيب الكسبرة النشفة ونبدأ نطحنها مع السكر النبات كسبرة النشفة مع السكر النبات بنبدأ نحمس كسبرة النشفة الأول وهي زي ما هي حب كده بنحميها على النار على طاصة كده وبعد كده تبدأ تتقلب لغاية ما تطلع شوية بخار وبعد كده بنبدأ نطحنها ونبدأ نخلطها مع السكر النبات بنحط بالزبط حوالي 75% من الكسبرة مع 25% سكر النبات ونبدأ نوم أخذين منها معلقة صغيرة بعد الأكل بحوالي ربع ساعة بفضل الله بساعة كتير جدا لو المشكلة جاية من المعدة أو جاية من خلل في الجهاز الهضمي برضو بتفيد كتير جدا في الأمر ده شرب المياه قبل النوم قبل النوم كوبايتين مياه كده يتشربوا قبل النوم عشان لو ساعات بيحصل جفاف في الجسم برضو بيعمل مشكلة الدوخة دي وكده بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يرفع عنكم وإن شاء الله بإذن الله ويفيدكم بالأمر دوت وياريت لو الدوخة محتاجة المخدة اللي هي الطبية المخدة الطبية ياريت نحاول نواظب اللي احنا نحاول نشري مخدة طبية بحيث اللي دي بتريح مشكلة لو في مشكلة في المشكلة الأزن الداخلية برضو بسعيدة كتير جدا بتريحها ولو في ضغط على العصب في الرقبة أو في الفقرات برضو بتريحها فبتقلل من الدوخة والمشاكل دي يتبع التخفيض للسلسة والعصبية وقالها بذكر الله تطمئن القلوب نساء الله جل ربنا يرفع عنكم يا رب إن شاء الله بإذن الله ويحفظكم وجزاكم الله عننا خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته